أهلاً 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 بيكم طبعاً زي ما جرت العدة ضفنا النهاردة كاتبنا وناقضنا الكبير أستاذ طرق الشناوي منور أهلاً أستاذ يوسف نور نوراك ما بعث ليش الرسالة بتاعت النهاردة المرة دي عشان أعمل إن شاء الله ويجيبي المحتوم أوكي ده مصير محتوم يمكن فيه كذا حاجة بالدور في موخي عاوز أتكلم عليها بس مش عايز أفوت برضو إن إحنا النهاردة ذكرى صلاح ابو سيف آه ودي بالنسبة لي حاجة أنا على كبيرة جداً برابا عليك أولاً أستاذ صلاح على المستوى الشخصي كان من حصن حظي التقينا كثيراً داخل مصر وورا مصر مهارنات كثيرة جداً زي موسكو مثلاً آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ من ضمنهم الراحل عاطف الطيب الوقاعية الجديدة كان بمثابة ابنه وغيرها وغيرها ايه الدرسة بتاع الوستاذ صراحة انه هو فضل لغاية اللحظة الاخيرة داخل الملعب انا فاكر لما تم تمانين سنة عملنا له نادوه هو طلب ان اكون فيها كان فيها فريد شوئي وعاطف سالم ورفيه الصبان هو الحقيقة اصار ان انا كمان اكون مبود واعتبرت انه ده تكريم لي ان الوستاذ صراح يطلبني اكدو فسألته هو لما جاء لما وصل للثمانين قرر الاعتزال بس كان عنده شرط للعودة سألته ابنه يا الوستاذ صراح قال لي الاخراج مش بس طاقة ذهنية لا طاقة كمان عضلية وحركية المخرج بيدي طاقة ايجابية داخل السوديو ونشاط كده لما بيكون هو كمان فت فقالنا الجزء ده فقدت شوية ولكن كان فيه فيلم اللي هو اتعمل النعمة والطاوس بس ما كانوش كان اسمه كان عن الحياة الزوجية مشاكر اسمه الاولاني هو كان عن البرودة بين الزوجين كويس رهن عودته بان الرقابة توافق على السيناريو ما عاش كتير ورقابة ما وافقتش وافقت بعد كده ومحمد ابنه عمل النعمة والطاوس طبعا حاجة تانية غير اللي كان خيال لوستات صلاح اه انا اعتقد محمد مدرسة تانية او تكنيب كينة يعني مش مدرسة طبعا بس يعني لا لوستات صلاح كان جريء لما مثلا يعمل بداية ده ده اللي كانت بولين الرملي فانتازيا واف العمر ده طبعا البداية من افلامه الاخيرة كويس فتلاقيه راح في سكة مغايرة تماما صحيح بعد كده عمل عنده مقدمة كتبها على الفيلم بنفسه يعني ان انا كدت اخدت قرار ان انا مش هعمل فيلم واقعي فلقيت ان انا حتى الفانتازيا خدتلي خدتها واقعي جوردو اه هو يعني ده نوع من السركز ما عند صحيح يعني موس عايزة اقولك شباب امرأة مثلا قالوا له عمر الشريف بس شو بقى هو يعني هو حكالي قال لي كان اول ترشيح عمر الشريف الانتاج وبتاع كله وعمر طبعا عمر مش محتاج الكلام تاني فهو شاف لا قال الفلاح اللي هو تحس ان هو يعني فلاح بجد لازم يكون شكري ابن النيل اه فجاب شكري فجاب وفعلا بقى دور دور امام ده دور سسنائي شفعات دور تاريخي شفعات شفعات كريوكا الله ارحمة شوف القمة عبدالوارس عصر الله برافو عليك حسبه عبدالوارس عصر انا رأيه هو يعني اعلى ذروة اكتشاف عبدالوارس عصر صح اعلى ذروة ولو مرة تلاقي عبدالوارس انه كان بسباص اه ولو تاريخ اكتشاف لان هو ما قبل ذلك هو الرجل الطيب الاب الطيب الجد الطيب اكتشاف ترى هو كان عنده تاريخ بقى حافل لما كان في عزه مع تاريخ شاءة وقديمة لكن يتذكرها شفاهة بس اتعبر عنها ازاي شوف بقى الفيلم وقاتل في اخر الفيلم سيد بدير اه طبعا هو اللي كان بيعمل الحوار شوف الحوار الجميل شوف الرموز اللي عنده لسيد صلاح طبعا كان زمان في الشارع كان الكاكولا مش صغيرة بتاعت الايام دي لا كانت كبيرة ولزيزة فهي ماشية كبيرة ولزيزة ولزيزة فعلا فتلاقي الاعلام كبيرة ولزيزة الافشات دي افشات زي احكاد في القاهرة 30 اه ال اياهم دور القرنين افشة برضو اه يعني كل ده على ما حجوب عبدالداء ايوا افشات لحظية اللي استاذ صلاح ممكن تكونش مكتوبة بس هو بيروح لانه ابن بلد فيروح على طول افشة احاكيلك موقف يبين برضو زي لما كون انت مسؤول وبردو التقاطه للرواية دي بتاعت اميوسف غراب بالتحديد يعني اميوسف غراب عمل حاجات كتير واتعملت سينما بس ما كانتش كلها بروح الناس كلها فكرها رواية هي الحقيقة كانت قصة سينماية اه اتعملت من نجاحها اميوسف غراب عملها بعد كده رواية عملها رواية بس يقولك الفيلم الاتحديد يعني ان بدأت قصة للسينما قصة سينماية اه كويس ال 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 في حاجة مهمة قوي اسم الاستاذ نجيب محفوظ مش موجود على السيناريو كل الناس فاكرة وقعدنا كلنا فاكرين ومعرفش ليه ان ده لان كان كل احدين تقول ايه واشترك لكتاب السيناريو كان دايما السيد بدير صلاحة بوسيف نجيب محفوظ بيعملوا البناء او هما بيسموه البنية التحتية بس الصراحة ولك ايه البنية التحتية الثلاثة العباقيرة دول الفيلم ده مفيش فيه اسم نجيب محفوظ برغم انه كتب السيناريو لما مات نجيب محفوظ اكتشفنا اكتشفنا ان هو مش موجود اسمه اه رجعنا بقى للي هما عاصروا الحكاية زي مستاذ نوفقي صالح تعرفت مستاذ نوفقي صالح كان من الحرفيش وقريب جدا وقريب جدا من مستاذ نجيب وبتاع فاللي حصل ايه تبقى لكلامه انه كان فيه غيرة من امين يوسف غراب بوضع اسم نجيب محفوظ اي مكان هتحطه فين يعني صحيح مش هتقول القصة امين يوسف غراب خلصت اه انما مجرد بعد كده اشترك في السيناريو مثلا رجيب محفوظ دي ما كانش اه فكان فيه غيرة من انه سوف ينسى بالفيلم اللي نجيب محفوظ اه فتعملت تفاصيل معينة منها ان فيه ورقة طلعت من غرفة صناعة السينما قالت انه السيناريو لامين يوسف غراب مش نجيب محفوظ وعشان كده ما طلعش اسم نجيب هاي قصة جانبية كل مرة بتقولي حاجة عمري مسما تاة اه بس وفيه حاجة مهمة جدا السلسية اللي اخرجها حسن الامام حسن الامام في ذلك الحين كان لسالس صلاح مسؤول عن مؤسسة السينما لما ارى الرواية قال افضل واحد يقدم السلسية مش انا لأ حسن الامام فشوف قدي ايه بقى جمال لسالس صلاح كان ممكن دي حاجة عظيمة هتعمل السلسية وثلاث افلام قدي الدنيا وانتاج المؤسسة ونجيب محفوظ اللي هو يعني كل مقومة بين الاصرين واصر السكرية التلاتة هو هنا بقى الفنان الكبير ان هو مش شايف نفسه لأ انت موظف في دولة وعايز النجاح النجاح انت حسن الامام وسألته مرة بسأله سالس صلاح بقوله ليه قال لي بص لك حاجة بقى الناس سعدتي يسألوني يسألوني دعيدة على المساد صلاح مين اشهر مخرج واكتر مخرج شعبي ناس تقول صلاح قال لهم لا ناس تقول يوسف شهين قال لهم لا قال لهم اكتر مخرج شعبي حسن الامام فأرتله ازاي مفيش بقى التنافس وغيرة في تنافس بس مفيش غيرة قاتلة في تنافس قال لي لما روح سينما الصلاح كان يصح بدري قوي يروح افلام حفل الساعة التاسعة او العشرة صباحا تسهة عشرة صباحا الحفلة بالترس المساد صلاح وحسن الامام وكمال الشيخ انا عرفتهم التلاتة عندهم العادة دي يصح بدري والتلاتة ممكن يكلموني الصبحة كويس ويروح فيلم كل يوم يحضر فيلم لازم واي فيلم جديد لاي حد يبقى شافه قبلنا كلنا كويس فقال لي وانا ما روح سينما ألاقي الناس شايفة القفيش كده ولك بتعروح فيلم مش فاتن حمامة لا نروح فيلم فيلم حسن الامام حسن الامام فشوف عد ايه يعني دي حاجات تفاصيل كتير بتبين جمال الشخصية اللي دخلت التاريخ وانا ما جاي يوسو شين مثلا ينتج الساعة مات الناس بها دي بقدو بتعكس انه كان في حالة وعي كده عند المشاهد ان الفيلم المخرجه مش لبطله لما يكون مخرج السسناء زي حسن الامام لكن يعني جرى العرف الناس تتكلم على فيلم فاتن فيلم عمر فيلم عاد الامام يعني إلا ما فعلا حسن الامام كان حالة طبعا طبعا لو سلس لاحبوا سيف يعني اه فضل انا فاكر انه مثلا كنا اه لما عمل السايد كاف اه اخر افلامه اخر افلامه كان انتاج التلفزيون المصري فمن مرحلة ما كان التلفزيون سنة 92 هكده كان بينتج افلام بداية 92-93 فعملنا عرض خاص عرض مش خاص محدود فانا كان لها ملحظات على الفن كويس بس ما قدرتش اقولها له بشكل بشكل مباشر بس بعد كده هو قال انه وكان ده كان اخر افلامه قال انا لاحظت انه فلان ده قال لي ايه قال لي كنا انا عندي عربية كمية 27 بركنا في التحرير وبتمشى لغاية التلفزيون فقال ليه طريق معاك وكان عارف انه عندي العربية قال ليه طريق معاك العربية فقلت له لأ لانه قلت ايه هو عايز ده وصله وحتر وانا في الطريق احكيله اه عن الرأي في الفيلم فانت مش عاوز اه فاضطررت اقول له لأ مش جاب العربية قال ليه طب اوكي اتمشى معاه شوها بقى حلو لغاية البيت فاتمشيت واساكن في عبدين اتمشيت من مسبير لغاية عبدين وما جبت السيري ما جبتش السيري هو فهم طبعا طبع انا هستأذن هنروح لفصل وعايزين نرجع بعد الفصل مرة تانية مع استستر الشناوي ونتكلم على الزوبعة الكبرى التي حدثت ونشأت وابطالها اتنين من كبار النجوم استاذ عادي الامام واستاذ نجلق فتح استنونا بقى